مساء الخير مساء السعادة مساء الهنة مساء الجمال على عيون متابعاتي الحلوات شون شن بنات شخبار شن رجعتل شن بدي جديد اتمنى هذا الفيديو يعجب شن مثل ما وعدت شن بنات انو قلتل شن هذا راح انقع عنا الفاصولية شنو البازالية والحمص ركز ركز يا امه لاك اليوم ما شاء الله منها سمت واترا يا بنات فقلتل شن نقعتها بالليل مثل ما شوفون سحب ماي كل شو هواية نطلع للحديقة ما نشوفها الجو امس كل شوواي مطرة الدنيا ها حديقتي طبعا هلاو هذا السلج ما لتي مثل ما شوفون كبار طبعا انا من داريت راح تمطر الدنيا اذا بيت كيمياو إلح صار اخضر وكلش حلو هذي شكلش كبار ورقه هذا السلج كلش كبار الورق ماته قبل تقريبا اربعة ايام انا شلحته وضميته هاي شنها يششت لعي ما نحتاج هاي ممكن جوها ورد هذا الورد مالتنا هذا هذا ليسدي هذا الورد رح بقي بنات ما شلعه فخليه تولي الورق كبار كبار نعمة من الله خليه بعد ثلاثة اربعة واشلع لان انا توني حاطت لكيميا ورح يكبر بسرعة اه عندنا هذا الرشات هم كبار شوفو بنات شون عالي طبعا الرشات هو بسرعة يطلع هذا السلج وعدي ذاك اللي شبنت ولكرا فس هسا اروحة نرى وكميا شوفو بنات الورقة شون شبيرة كلش شبيرة الورقة هاي شوفوها لو اشلعه اودي الاختي هذا ابقي ثلاثة ايام اودي الاختي خطيئة انا دعما اشتهي لها الاشياء وهذا الكرافس مالتنا الثلاثة اربعة حشيش ما ادري ايه شون شلع الحشيش خافي شلع الكرافس فانا اول مرة حشيته وذبيته لان كان كله حشيش وناعم الكرافس هسا شوية انطاع من نفسه صار كبار وهذا ليش بنت شوفو هذا ذاك اليوم حشيته انا وياكم وقلتولوا ام ملاك بعد شنو ما يخضر لا بنات يخضر حشيته انا ما وشلعته شوفو شون كميته هواية صلى على محمد وعال محمد يخبط وريحته تجنن كمامها وهذاك الفجيل وهنا بناتها زرعتها وياكم كزبرة وهذا الفجيل هذا شوي مبزر بس هم بي ورق كبار حليل واحد عدة حديقة بالبيت انا هسا لان دنيا صبح من وقت قاعدة ساعة سب ثمانية ونوص بس الشمس كلش عالي وحار الدنيا قلت خل اطلع اشوف انها يعني بالايام العادية ما اطلع حتش محا للصبح بس المنطقة ما احد بيها محا تطالع يعني اختار الاوقات الناس ما تطلع بيها اطلع بالبابة انا ما حب اطلع واشوف احد هاتس لقيت بيضات انه بيض سلك اتريق ليش اسلك هذا هاي البازالية وهذا الحمص نقعتين بنات من الليل فا اطريق واسلكهم انه اليوم ما عدناش شي راح بس اسلكهم وافرسهم بنات مثل ما شوفون غسلته وحطيت له ماي ارو وهنا نهم هادة بيضالية غسلته وحطيت له ماي ارو ما اريدها تنمرد كلش لا اريد انها تصير يعني زينة مو كلش كلش ما مرودة فا اتانيها يعني اظل مراقبتها خافت انمرد وهذا لا عادي حتى لو انمرد يعني هو للتشريب اريده هذا بنات الحمص ناعم ناعم مو كبار كلش يعني حجم حجم تقريبا البازالية او شوية اكبر من البازالية احنا بنات هاي طفيتها انا قولوا ليش يا املاك طفيت ليها لان بنات ما اريدها تنمرد زيادة شوفو يو طفرت شوفو اريدها هتش قوامها فهذا الماير راح اعميله منعتها يعني اخليها بس البازالية بيها لا تنمرد زيادة احنا بنات ميلة الماء لان قلتت لان اريدها تنمرد اريدها مستوية بس كون ما مبرودة فا اهنانه ما شاء الله لهوا عالي خليته وهذا الجذر عندي بعد اصلا ما فاير لان العين ناسية هذا مات الحمص اشف هذا الحمص ناعم هذا الفوق الرغوة بعدها ما مستوي الحمص عادة حتى لو يستوي كلش عادة بس البازالية اللي اريدها على وتقاوم على شكل مالتها يلا هذا نعوفه وفيستوب راحت بس هاي نعوفته براد وافرسها وياكم يعني اخليها بالشياسة وهنانا بنات طبعا صديق زوجي ودالة هذا المعسل المعسل بنات اصلا التامر مطلعين النواة او الفصمة احنا نسميها فصمة اكو عالم نسميها نواة مطلعين النواة بنات ماتة ومنقعينها بالدبس يعني قليل تامر ودبس كلش هو يحاطي له ودالة هدية وهنانا عدنا هذا تشيسي انهم تامر قلتتشان بنات انه احنا ما نشتري لان كلش هوي تجينا هدايا تامر بنات حطيته على الهيتر واخذ من عندي ساعة ونمرد يعني مو نمرد نمرد وانما استوى بنات على هذا الشكل ما ريدة كلش كلش يصير ممرود راح اخليه اخليه برد وافرزه موسيقى موسيقى هنا انا بنات مثل ما شوفون البازالي استوت والحمص اللي عندي استوى طبعا هذا الحمص بنات شوي اكبر من البازالي يعني عادة حتى لو تحطونا على الحشو كلش عادي انه انا بنات اشتريته مو كبار مو ذاك الحمص اللي كلش كبار اللي يبس على التشريبه احنا نحطه فقلتك كان عادي حتى لو تحطونا ويه يعني بنسوون حشو مالت يعني دجاج او ما تلحم وتحطونا عادي ماكو اي اشكال قلتك كان ما استوى كلش لأ خليتها محافظ على القوام مالته على مود من تجين انت تدرين الجدر وتحطينه ما ينمرد عندك فدائما احنا البازالي اراقبها ما اريدانها تنمرد مرة من المرات انه بنات قانسي لقتها ونمردت يعني عندي صارت مستوية كلش فمن اجي احطنها على التمن التاشينة البرياني اي شي احطنها علي بعديا ما القاها يعني القاها ممرودة مني تدر الجدر هذا قوامها انا كلش يعني اعجبني قلت خليها على هذا القوام وبعدين من اهدرها يعني ما تنمرد عدو تختفي فهنا انا هنبنات هاي راح اشيس هن بهاي الطريقة ما احطنهم كلهم كلهم سوية ويعني اسوي بس شيسيا لا سويته بهتش يعني هتش شياسك يعني كل ربع كيلو خليته بشيس واحدة طبعا انا من استوى الحمص صبا بناتي من عنده لان هنا يحب ان الحمص السلق ويا يعني ليمون وهذا فشوية صار عنده قليل الحمص يعني ذا من كيلو صار كيلو الا ربع يعني ربع كيلو كالان البنات فراح يصير عندنا هنا الحمص بنات ثلاثة تشياسة رغم ما البازاليا صارت عدي اربع تشياس اللهم صلى على محمد وآله محمد بهذا الشكل راح بنات اجمدها جمدنا وياكم دجاج اول ما جمدت دجاجة واحدة او اربع شدات سمش ورجعت جمدت وياكم ثلاث دجاجات او جمدنا اسبياناغ او جمدنا هستذني وان شاء الله الفيديوات الجاية راح نسويتها فريزات بورك كوبة سمبوسة ان شاء الله وان شاء رسولي يطين الصحة والعافية واقوم واسوي لتشن فيديوات حلوة اهنانا بنات ياحي راح يرت العشة طبعا انا دائما احتار بالعشة يعني واحد صايم ومالا مادري ما احب اكل يعني هو هاي فهنانا قلت خل اسويه لكباب الكباب شنو يا ام ملاك لحم وبصر رشيت لمليح وراح ارشل لكركم اكو بنات كل شوية قال ان ام ملاك ليش تحطين كركم للكباب بنات ما اعرف ما اعرف انا الكباب بلاكركم ما اعرف اكله فهنانا ثراموتوا اياه هذا القدر من الكرافس وما راح احط للابوتية لا اشياء اتم بعد بكيفكم بنات انا احبا شوية اللحم يعني خاصة اذا يعني واحد شوية يسوي كمية مالة الكباب اهنانا عدي تقريبا هي نص كيلو لحم هذا لا يغركم يعني شكل اشوفونا شوية لا والله كلش هواية راح يصير كمية هم هواية بس ما حطيت للابوتية لا اشياء فصار بهذا الشكل وحطيت لطحين شوية وسلقت للبنات راح اصولين حميسة مالة بوتية حميسة مو حميسة لا تدققون على الالفاظ ماتي اهنانا مثل ما شوفون بديت اقلي والف الحمدلله وشكر اليك يا عرب المسواق هنا نجاب ابو ملاك ودائما يجيب المسواق مات المخضر العصر او المغرب ويدخل علينا فهنا ابنات شان جايب فلافل وقلت له والله لو ادري اليوم عشان فلافل فلاثار ما هذا الكباب يعني ومقليته بعد انا بديت اقلي ما اقدر اضمنه واجمده ان العجين اي بنات ومثل ما شوفون هنا انا بيذنجان الف الحمدلله وشكر اليك يا عرب يعني بهاي الفترة الخضرة كلش بنات رخيصة ويعني حلو الواحد ياكل خضروات ياكل فواكه قبلتشان يعني الكيلو يصير بالفونوس او يعني يصير غالي بالف هسه ما شاء الله يعني الكيلو وين بالف اذا مو الكيلو بسبعمية وخمسين هاي الفترة صار مو قتلتشان بنات قتلتشان الطماطة راح يصير غالية يعني كل ما جالها يزودوا الربع الحد ما يصير بالفونوس او يصير قبل رمضان يعني يتاخذ الالف وربع او يصير الكيلو بالف فهنان مشكلة يعني انه انا بنات فرزت والله شوية طماطة فرزتين تقريب خمس كيلو وات طماطة من كانت الطماطة على خمسمائة دينار يعني كانوا يصيحون كيلوين بالف هسه لا البارحة طلعت للسوق كان يصيحون ثلاث كيلوين بالف ونص يعني الكيلو على سبعمية وخمسين صارت الطماطة وحتى البوتيتة كان الكيلوين بالف هسه صار الكيلوين بالف ونص وحتى البرتقال التفاح قبل كان كل اثنين بالف يصيحون كلش اثنين بالف هسه لا والله زاد يعني المخضر زاد ربع دينار وكل ما جاله بنات بالصاعد هنانا بنات قبل لا اعجن الكباب خدت شوية من اللحم والبصل سويت حميسة البنتي لان ما تاكل الكباب ما عرف ليش ما تاكل الكباب ما ادري هو نفسي تل حميسة هم بيبصل ولحم هنا بيبصل ولحم بس ضايفين له اطحين هنا انا حطيت الكبابات هذن الوجبة الثانية وبديت اقشر بهاي الطريقة الحميسة مالة البوتيتة او البوتيتة السلك طبعا بنات انا من عشاق هاي هاي يعني الحميسة مالة البوتيتة كلش احب انها اذا انسلقت وانحمست وياها بوصل يعني بوصل مو هواي هواي لا حطي الشي شوية بوصل وياها كركم تطلع بنات كلش كلش طيبة طبعا بنات ارجعوا اقول احب اشكر شان كلش هواي على تعليقات شان الحلوة والله اليوم انا جيت يعني ما امنتج فيديو بس قلت لا والله ما انحرم من تعليقات هن الحلوة لازم امنتجين هن فيديو او اشوفان هن نيع القن اليه طبعا اشكر شان كلش كلش هواي وشكرا للبنات اللي كتبن احنا جدد وانضمينا القناتيش على راسي من فوق اتشرف بيشان وهنانا بنات نرجع ونقول كتبونا من اي بلد او من اي محافظة عراقية انضميت القناتي على مود اراحب بيكم بالتعليقات يا هلا ويا مرحبا بالمتابعين الجدد اللي انضموا القناتي وشكرا لكل ابني كتبتلي تعليق حلو شجعتني بي خلتنا اقوم امنتج لها فيديو ويعني منعت هذا الباب كلش هواي بنات قالا شتعود ليش برا ابني تفتح بيث بالتيك توك شتعود ليش برا بنات انا برا ما اعرفها برا ابني اعرفها تفتح بيث يعني هي من نهل السماوة وتفتح بيث وياها اخوانها وامها وخواتها وزوجات اخوها كلش هواي ايجان هذا السؤال على الانستجرام انه شتعود ليش برا انتي وياها نفس النبرة ما تصوت اذا يعني مو نفس الشخصية يقولون نفس الشخصية دخلت على التيك توك بنات وشفت بث برا انه ما عرف حتى والله كلامنا يختلف انه هي لهجتها من السماوة واحنا من الناصرية تعرفون اللهجات تختلف فاتشرف انا بالبنية واتمنى يعني تكون اختي اخت لي على راسم الفوق بس والله العظيم ماك وصلت قرابة بيناتنا ولا اعرفها البت لان كلش كلش هواي تجيني رسائل على الانستجرام وعالتيك توك تعليقات مرات اضطر اسد التعليقات كل الساعة واحدة تقول شنو تعود ليش برا بحثت علم برا وانا لبنية قبل شنت متابعة بث اللي تطبخوا وتسويوا هاي بس ما شنت اتوقع انه هي هاي برا اللي انتم استولفوا لي عليها اهنانا بنات راح يطفى الجهاز حرامات اجيت احمسوا اياكم البوتيتة وانطفى الجهاز اللي مايعرف حميسة البوتيتة بنات انضيف زيت انو انا بنات ضفت هذا الكمية من الزيت ونحط كركم ونحط البصل نحمسة كلشي هواية ويعني نخلي هتش يصير مكرمل لونه مو اسم الله مو لون يعني هتش كلشي ستوي لا نخليه شوية صير مكرمل اشقر وهنانا بنات خلاص ما شاء الله اللهم صلى على محمد وقالي محمد خلاص العشاء مالتني طبعا ترم الزلاطة سويت هذا الكباب وعدنا حميسة مالت بوتيتة ومالت ضماطة انو البنات اليوم عشانا برعاية الخضروات فالف الحمد لله والشكر اليك يا رب وهنانا يا بنات اتمنى اقلت وصلنا نهاية الفيديو اتمنى فيديو اليوم عجبكم واتمنى بنات كنت خفيفة الضل عليت ومعاخذت من وقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة